إذا ظهر الفيديو هذا أو خرج فاعرفوا أننا ما عد خرجناك لأن الفيديو هذا ما ينزل إلا في حالة ما عد خرجناك إذا ما خرجناك استمروا الاضراء رئيس نقابة شبكات الإنترنت والأمين العامي سجل هذا الفيديو وهما في طريقهما إلى جهاز المخابرات التابع لمينيشيا الحوثي بصنعه متوقعين أن يعتقل وهو الأمر الذي تم فعلا بعد أن دعوا أعضاء نقابة شبكات الإنترنت إلى مواصلة الإضراب ميليشيا الحوثي كانت قد اتخذت حزمة من الإجراءات تهدف إلى تضييق على مستخدم الإنترنت من خلال منع موزع الشبكات المحدودة في الحارات والمحلات التجارية ومصادرة أجهزة البث المستخدمة في هذه الشبكات ورفع تكلفة الاشتراك بنسبة 130% مسؤولان نقابة قال قبل اعتقالهما إن محمد الحوثي اجتمع بهما بحضور وزير الاتصالات في حكومة الميليشيا واتفقوا على مجموعة من الخطوات من ضمنها تنظيم عمل أصحاب الشبكات المحلية وإلغاء قرار رفع تسعيرات باقات الإنترنت وإعادة التسعيرات القديمة مراقبون يرون أن ميليشيا الحوثي تهدف بهذه الإجراءات إلى إحكام عزل اليمنيين عن العالم كونه لم يعد هناك ما هو خارج سيطرتهم غير فضاء الإنترنت بعد أن قضوا على الصحافة ووسائل الإعلام باستثناء ما يتبعهم إضراب مستخدم شبكات الإنترنت أتى ثماره في مناخ كهنوتي تفرضه ميليشيا الحوثي على المواطنين منذ انقلابها على السلطة في العام 2014 غير أن هذا الإضراب نجح في كسر حالة الجبروتي وأجبر الحوثيين على التعاطي مع ما تبقى من حقوق المواطنين المنتهكة تسيطر ميليشيا الحوثي على المجال العام بشكل شمولي كامل وتعتمد على سياسات الترهيب وبث الرعب لإسكات كل من يحاول المطالبة بحق أو رفض أي ظلم ويبقى الغضب الشعبي محتقنا خلف صبر المواطنين لكن إلى متى سيستمر هذا الصبر؟ ترجمة نانسي قنقر